اهلا بكم في فيديو جديد لفيلم جديد وفيلمنا النهاردة اسمه The Under Mountain قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش واتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد ويبدأ فيلمنا في الغابة في ليلة ضلمة لما شابين توقموا معهم مستر جونز بيتعرضوا لهجوم من كائن غامض والشابين الظهر انهم بيتمتعوا بقوة خارقة وكل واحد منهم ماسك في ايده صخرة بيضة بتنور اول ما الكائن ده بيجيب على واحد منهم وطوع الصخرة من ايده تنطفي اخوه بيستنجب بجونز بس هو بيقفتاية مش عارف يساعدهم بعدها البلد تانية بنقابل ابطال في المناء Thea وRitchell توقم في سانوي كانوا مروحين من مدرستهم عادي وبيلعبوا وهم مروحين اول ما بيوصلوا البيت حياتهم بتتشاعلب لما بيتفاجوا بعربية شرطة قدام البيت لان مامتهم عملت حدث وماتت بنعرف ان الاتنين بينهم رابط عقلي وبيقدر يعرفوا افكار بعض وفيه تخاطر زيني ما بينهم وRitchell بتطلب منه انه يفضل جنبها لانها محتجالوا بس هو مش بيستحمل الصدمة وبيطلع يجري برا البيت بعدها في فترة بيروحوا هم الاتنين عند عميتهم في مدينة اوكلاند علشان يغيروا جوه ونفسيتهم تتحسن بعد موت امهم وفتريهم بيشوفوا البركان اللي موجود في الجزيرة لغاية ما بيوصلوا بيت عميتهم اللي على بحير البوكبوك البركانية بياخدوا بالهم من بيت مهجور وشكله غريب على الضفة التانية للبحيرة ابن عميتهم بيقولهم ان الراجل اللي عايش في البيت ده ويلبر فورس غريب وتصرفاته تخوف وعلى طول بيشوفوا واقف في الضلمة بيبصوا حواليه بس تاني يوم ابن عميتهم ريكي بياخدهم علشان يفسحهم في المدينة ويفرجهم على الأماكن السياحية ومن ضمنها الجبل عدن وهناك سيو بيشوف راجل عاجوز قاعد لوحده ويده بتطلع نار وبيطلع جونز اللي قابلناه في البداية واول ما جونز بيحس بسيو واقف وراه بيزعق له ويمشي بعيد بعد لما سيو بيرجع البيت بيقعد يتفرج على مجلات علمية ويقرأ عن البراكين وهو بيقلف الكتاب بيشوف صورة قديمة جدا كان ظهر فيها جونز في الوقت ده كانت ريتشل اخدت المركب وراحل تلف في البحيرة وبتلاقي نفسها قربت من البيت المهجور ومنفضلها بتقرب اكتر علشان تشوف ايه اللي هناك بس ساعتها غصون الشجر اللي على الشط بتشبك في شعرها وتقطعه فبتبعد بعيد وباللاحظ انها لما تقلمت في اللحظة دي سيو حس بنفس القلم هو كمان بسبب الرابط القوي اللي بينهم بعد ما ريتشل بعدت ورجعت من عند البيت اتفاجئت بواحد غريب وشكل وخوف وخرج من البيت المهجور وراح عنده خصلة شعرها اللي شبكت في الأقصان واخدها وفضل يشم فيها فبتخاف ريتشل وتدخل جوه بسرعة اول ما بتلاقي عمل كده وقعدي بصيلها بالليل كان الراجل المرعب ده راح هو والمجموعة بتاعته عند بيت ريتشل ووقفين يرقبوها وهي ما تعرفش ولا شايفاهم بس بتاخد بالها انها مترقبة تاني يوم لما بتطلع هي وسيو مع عموم رحلة صيد وساعتها بتشوف الراجل ده واقف على الشط يرقبهم بعد ما بيخلصوا صيد بيرجاوا على الشط ويجاهزوا حاجتهم علشان يمشوا ريتشل بتشم ريحة وحشة هي نفس الريحة اللي بدأت تشمها من ساعة موصلة البلد دي خصوصا عند البيتية لما بتمشي ورا مصدر الريحة دي بتشوف هي وسيو عربية قديمة وبيعرفوا انها بتاعت ويلبر فورس وسيو مفضوله بيفتح العربية ويلقوها من جوة غريبة ومليانة مادة لازجة وحاجة كده شبه عش كائن فضاي لما بيتأكد سيو ان ويلبر فورس بيرقبو بيقرر يروح البيت بتاعهم ويستكشفو بيقول ريكي يروح معه ريكي بيخافوا ما بيرضاش يطلع من بيته خصوصا نوم بالليل ساعتها سيو بيروح هو بس ريتش اللي شافته وهو رايح وبتمشي وراه وقبل ما يدخل بتحذره وتقوله ما يدخلش بس سيو بيقولها انه يقدر يعمل اللي هو عاوزه وبيدخل هي بتدخل معه وبيلاقو البيت من جوة عامل زي العربية اللي شافوها قبل كده زي ما يكون كوكب تاني او مكان للفضائيين في الوقت ده بيسمعوا ويلبر فورس بيتكلم مع واحد تاني فبيستخبوا بسرعة قبل ما يشوفوهم وبيسمعون بيتكلموا عن كائن عملاق في بطن الارض قرب انه يصحى والنوالة بتسبب في الزلازل اللي بتحصل بسبب حركته وكمان بيسمعوا بيقولوا انه هيقتل التوأم يقصدهم هما تحديدا في حالة انه مصلوا لحامل جبل اللي هو جونز بعدها بيختفي في حفرة في وسط البيت وبينتقلوا المكان تاني وما بيقرب سيو من الحفرة دي بتتفتح فجأة والكشاف اللي كان معا بيوع فيها وبعد عن اخته بقى بيعملها وحش وصدها كل ما تحاول تتكلم معاه وعامل حاجز بينها وبينه بيفهم سيو انه حامل جبل اللي كان بيتكلموا عنه هو جونز فبيروح له تاني يوم الصبح من بدري بعد ما بيخلي ريكي يوصله وعلى الجبل بيقابل جونز وبيقول له على حصل ولما جونز بيفتكر حقيقته سيو بيقول له انهم هيقتلوه هو واخته وساعتها بيعرف جونز حجم الخطر اللي هما فيه وبيروح معاه بسرعة ويرجعوا عالبيت ساعتها كانت ريتشل لوحدها في البيت لما بتسمع حد بيخبط على الباب وبعد ما كانتها تفتح بتشكف اللي بيخبط من صوته وانه بيقول لها ان ما ميتها عملت حدثة فبيتخاف وعرفت ان فيه حاجة غلط بس اللي بيخبط ده كان واحد من الاشرار وهنا ويلبر فورس لما ريتشل بترفض انها تفتح الباب ايده بتتحول وبتغير شكلها الحاجة شبه ادراع الاخطابوت وبيسيح الباب ويحاولوا المادة لازجة وبيدخل ريتشل هنا مش بيكون عارفة تدفع عن نفسها ازاي واللي بتلاقيه قدامها عكاس بتضربه بي بس العكاس مش بيأثر فيه واول ما بيمسكها بيسممها بمادة غريبة وريتشل بتنجح في انها تحرر نفسها منه وتجري على البحيرة وتستخبه منه تحت المية علشان ما يعرفش اشين بريحتها في الوقت ده كان سيهو وصل وبيدخلها جوه البيت ولما جونز بيشوف اللحة صلاة بتظهر قوته الخرقة وبيطلع نار من ايده بيعالجها بيها وبيطمنهم عليها لان ويلبر فورس دلوقتي كانوا فاكرين انها ماتت بعد ما سمموها وجونز بيقولهم انهم لازم يمشوا عشان ما حدش يشوفهم وهم خارجين من البيت بيستخدم قوته وينتقل بريتشل وسيو بوابة سحرية ويروح على البيت بتاعه بعدها بيقولهم الحقيقة وانه مش بشري ومش من العالم ده اصلا وان الويلبر فورس هم كمان زيه وانهم في الاصل كائنات فضائية بينتقلوا من كوكب لتاني علشان يسيطروا عليه بعد ما بيحولوا البيئة مناسبة ليهم زي ما شفنا البيت والعربية كده وبعد ما بيوضوا على كل اشكال الحياة واستنزفوا الكوكب ده بينتقلوا الكوكب تاني لغاية ما قابلوا كائم فضائي قوي اسمه غارة غانتو والاتنين اتعاونوا مع بعض وبقوا اقوى من الاول ودمروا عوالم كتيرة جدا من ضمنهم عالم جونز واللي قدر يهرب مع جونز جمل الارض وقدر يسيطروا على ويلبر فورس ويحبسوهم في البراكين اللي في المدينة واللي من ضمنها بحير بوك بوك وجبل عدن وغيرهم كلهم سبع اماكن بسبع قوة منهم وويلبر فورس هما اللي قدروا يحرروا نفسهم لحد دلوقتي بس البقائين هيحصلوهم وساعة ما ده يحصل لارضها تتضمر وبيقولهم ان الويلبر فورس مش هيتهزموا غير بالحجرين اللي معاه وبيدقولهم ودول الحجرين اللي كانوا مع التوقم في بداية الفيلم وفوق كده جونز بيقولهم ان الحجرين دول فيهم قوة النار اللي تقدر تقضي على الوحج دي لان العالم بتاعه كان كله توقم وهو نفسه كان ليه توقم بس ما استحملش الرحلة الكوكب الارض ومات فهو مش بيعرف استخدم الاحجر دي ولازم اللي يستخدمها اتنين توقم يكون الرابط بينهم قوي جدا زي سوي وريتشيل كده ولما بيستخدموا قوة الاحجر دي هيقضوا على السبع غارة غانتوا ويدمروهم للابد وينقذوا العالم بعدها بيدي لكل واحد منهم حجر واول ما سوي بيمسك الحجر بتاعه بيشوف التوقم اللي قابلوهم اللي باتوا في الغابة في البداية بس لما ريتشيل بتمسك الحجر بتاعها بيسخن جدا ومبتقدرش تمسكه وساعتها جونز بيقول لسوي انه السبب لانه مش مقامن بقوة الرابط اللي بينه وبين اخته فعشان كده هي ما قدرتش تمسك الحجر بعد شواء بيجي تنين ضباطه وبيقبضوا على جونز بعد ما واحد اجرته وشافته هو جاي لما استخدم قوته وبيخدوه على الاسم بعد ما بيدل ريتشيل للحجر بتاعها بعد ما بيرجعوا البيت عمتهم بتعتيبهم على اللي حصل للبيت والباب اللي اتضمر وبيقرروا انهم يروحوا مكان تاني بس السويو بيتفق مع ريتشيل انهم يروحوا ويدوروا على جونز بعد ما الكل ينام في الوقت ده جونز كان في الاسم وبيحققوا معاه لانهم مش لقين معاه اي اثبات شخصية ومن كلامه الغريب بيفتكروا مجنون بس جونز بيحاول يقنع الضابط انه يسيبه ويمشي علشان يساعد التأم وإلا هيموتو ريتشيل بتحس بحركة برة وبتخرج تشوف في ايه فبتلاقي جونز بيقولها تمشي معاه وبيخدها على البيت المهجور واول ما بتدخل بتلاقيه تحول اتري واحد من الويلبر فورس وكان بيستدرجها علشان يقتلوها لانها الاقوى من اخوها ومن غيرها محدش هيقدر يدمر غارة غانته ساعتها سيو بيصحى ولما مش بيلاقيها وبيلمح داخل الغابة ورا جونز بيروح عراها وبيوصل في اللحظة الاخيرة ويدافع عن اخته قبل ما الكائنات دي تقتلها باستخدام الحجر بتاعها لما الكائنات دي بتحصيرهم بيهربوا منهم من الفتحة اللي وسط البيت وبعدها بيلاقيه نفسهم في كهف تحت الارض في وحش الغارة غانته نايم وعلى وشك انه يصحى ويدمر الارض وبيتصدموا من ضخامته وازاي هيقدروا يتغلبوا عليه بحجرين اول ما بيسمعوا صوت الويلبر فورس بيقربوا بيهربوا من فتحة تانية لكهف تحت البحيرة والاتنين بيساعدوا بعض ويخرجوا منه ويطلعوا من البحيرة في الوقت ده كان جونز يهرب من اسم الشرطة ورح لريكي علشان يروحوا يساعدوا التوأم ويوصلوا ليهم في نفس اللحظة اللي الويلبر فورس جمعوا حوالين سيو وريتشيل بس سيو باستخدام الحجر بتاعه بيفجر دايرة من النار بتحرقهم ويهرب هو واختب سرعة جونز بعد اللي حصل ده بيقرر يخدم على الجبل لانهم لو استنوا اكتر من كده الويلبر فورس هيقتلوهم بعد ما عارفوا مدى قوة التوأم بس المشكلة انه جونز قوة بتنهاره وناره بتنطفي وبيحكلوهم الحقيقة واللي حصل للتوأم اللي قبله والنسابهم يموتوا من غير ما يساعدهم علشان ميحصلوش حاجة ويقدر يلاقي غيرهم وبيأكد لسيو ان قوة دي كلها نبعة من ايمان اخته بيه بس سيو مش بيسدقه وبيسيبه ويمشي هنا ريكي كان بيرجع البيت وياخد اليخت بتاعه علشان يساعد ولاد عمته النوم يروح الجبل بس بيلاقي واحد من الويلبر فورس متنكر فهي تقابوه علشان يوقفه ويمنعه بس حقيقته بتظهر وريكي بيجرب العربية وبتخلص منه بس لما بيروح البحيرة وينزلوا اليخت الوحوش بتوصلهم وتنزل المية قبلهم ويسبقهم على الجزيرة علشان يستنوهم هناك بقى وحوش الويلبر فورس كانوا عارفين مكان جونز وراحوا يهجموهم وسيو بيشوف ريكي ويركب معاه المركب ويخليه يطلع على الجزيرة من غير جونز وريتشل وريكي وبيحذروا من الوحوش اللي مستنينه ريكي بيرجع تاني وياخد ريتشل وجونز ويوصلهم للجزيرة وساعتها كان سيو متشجع وراح يواجه الوحوش دي كلها لوحده جونز كان رافض انه يوصل ريتشل له لانه زمانه مات بس ريتشل بتدافع عن اخوها ومش بتستسلم ولا بتسيبه لوحده حتى لو كانتها تموت فيها وجونز بيتأثر بكلامها وبيستخدم اخر قواه النارية علشان ينقلها فوق الجبل وهناك كان ويلبر فورس وقائد الوحوش دي مستنيهم وجونز بيقرر انه يواجهه بس كانت قواه اختفت وويلبر فورس بيقتله اول ما بيهجم على ريتشل ويخنقها بدراعه لزاي الاخطابوت بيوصل سيو بس كانت اغمى عليها وغرغنته بيبدأ يصحى وبيحصل ززال شديد وويلبر فورس كان فاكر ان ريتشل ماتت في اللحظة اللي سيو بيتخاطر معاها زينيا وبيقول لها انه محتاجها وفجأة بتفوق ريتشل والاخين بيتحدوا مع بعض ويتحولوا لشعلة نار هما الاتنين وبيرموا الحجرين اللي معاهم في الجبل ووسعتها الحجرين بيبقوا زي النيزك وبينزول على الجبل يفجروه ويقتلوا الغرغنته الضخم ومعا كل الوحوش وبيطلع منه شعلات نار بتنزل على السبع اماكن اللي فيها الغرغنته وتدمرهم وتنفجر السبع براكين وبكده بينقذوا العالم كله وهنا يخلص في الميناء لو عجبك دوس دايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان وصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله موسيقى اشتركوا في القناة